كبيرة بقى كبيرة نجيلك عالك كبيرة بقى هلو عتيه الحمد لله يعني في فترة اختبارات الاندية اختبارات الاندية اخبارها ايه في مصر اختبارات الاندية اللي الناس كلها بتسرخ فيها انا اعتقد انه 90% من الاولياء الامور اللي في مصر بيوحوا اولادهم اختبارات الاندية بيسرخوا وتقريبا عندهم نفس الشكاوى بس يا كريم حقول لك كلام ما تقل لكش قبل كده عرجوك أقول لك كلام ما ده لكش قبل كده نمرة واحد طول ما أنت بتعمل الاختبارات بالفلوس مش هجي لك لعيبة حلو عظيمة دي بسم الله الرحمن الرحيم كده ليه بقى أقول لك كل حاجة لها مبرر لأشي كل عندها اللواتي الاختبارات بالفلوس كل عندها ليه لأنك أنت لعيب الكورة اللي بيحب الكورة وعايز بقى لعيب الكورة وعايز بمحمد صلاح وترزيجيه والرمضان والنني واللعيبة لنست أقول لنني برضو من الولادي اللي مميزين اللي عايز بقى لهم دول اللعيبة اللي ما عندهش فلوس تجيلك اللي ما عندهش حق المواصلات اللي ما عندهش حق التذكرة اللي السيادتك بتفرضها عليه اللي بيجيلك اللي بيلعب أتاري بيلعب كمبيوتر بيلعب العلعاب الفردية بتاعت اللي جاب الأيباد وبابا ومامي لا دي مش لعيبة الكورة لعيبة الكورة دي اللي لما دفر ويتشال يربطه كده ويلعب حافي أو معا جزمة كورة دي اللي عيبة الكورة زي البرازيليين هو اقتصاد البرازيل قائم عليه كورة القدم كورة القدم أنا عايز أقول لك حاجة بعد الزم أنا آسف المواطنة أنا آسف أنه بعض الناس يقول لك يا يا سيدي الاستمرارة بخمسين جنيه أحيانا الناس كثيرا متعرفش أنه الخمسين جنيه دي خاصة وانا رايح وعارف أنه الخمسين دي جنيه ده ممكن يتمو على الأرض تبقى الناس ممكن يبقى تلت دخلو أو حتى مش تلت يوميتهم إحنا ما عملنا اختبارات كنا صباقين في الكسة دي كنا بنروح للمحافظات نعمل فيها اختبارات بقى عندك العيبة بص يا كريم الحلول سهلة بس اتفكر موضوع الاستمرارات اللي بفلوس دي العدف منها الربحة فقط النادي مش هيغتني يعني من صوري من الاختبارات المدربين بيأخذوا منها النسب والعمال بيأخذوا منها النسب والسيانة بتاخد منها النسب الملاعب البلدبوز يعني مش لاخل كبير قوي يعني مش حاجة مفيد بالعكس هي مش التقنين ان انا اعمل فلوس عشان ما جليش اي عداد لا انا عايز اعداد ولا انا مدرب ليه هونا ما يبقى عندي القعدة اوسع مش هيبقى الاختبار انسب ولا ما تبقى القعدة مخنوقة هاختر من اللي موجود لا اوسع طبعا طبعا بس السؤال بقى لازم اوسع القعدة طب السؤال بقى كابتن انا عمش معك واحدة واحدة في موضوع الاختبارات دي انت دي وصلالة كويس اول جدا لا بتاعت ان انا اوسع القعدة ايوه انا فيبقى اختياري انسب واشمل ليه بدل ما اختار من الف لاعب احسن مختار من مئة لاعب بالزرط لا اختار من الف لاعب بس السؤال بقى كابتن عشان ده برضو السؤال شي غني جدا نادي سين انا مش عايز اقول اسماء جاي للنهارده الف واحد والالف واحد دول بيبقى قعد اللي بيبص عليهم واحد او اتنين هل ده منطق طبيعي عشان شفت الكلام ده بعناي في الف واحد داخل واحدة عمالي يقول له انزلوا لعبوا تقسيمة اجروا لبعض اللي يعرف يمجون وهنبقى نبص ونختار هل ده طبيعي اقول لك على حاجة يا كريم هل ده اسطوب علمي لا اقول لك على حاجة غريبة جدا اه تفضل معايير الانتقاء لكل مرحلة سنية ليها ناسة هاي الجملة دي برضو اه ليها ناسة اه وحقول لك ليها ناسة يعني مثلا كريم مايروحش للمش عارف مدرسة الكورة وكابتن باد مايروحش للي عندهم عشرين ساق مش معنى ان انت بتمرن في رق اول حضرتك انت عندك كل حاجة فتنزل تختارلي لمدرسة لا مش هتعرف حضرتك ايوه مش هتعرف اه لكن انا سهل انا بقى كراجل بتاعك طعم يا شاقين ومدرسة الكورة سهل اختارك لعيب الفريل الاول قوي سريع صح مهاري ماهونا عندي المكاومات بتاعته ما انا عارف اه معروفة لكل الكفيف اه ان اللعيب دي راجل اقول لازم ببقى قوي البدني بتاعه كويس المهاري بتاعه كويس عنده تكتيج بيعرف تمركز حاجات للعامة واضحة لكن للخاصة في اختيارة البراعب والناشئين لازم معايير الانتقاء تبقى انت عارفة كل مرحلة سنية يعني انا لو جبتلك وامدرب اقول له تعالى حضرتك يا زميلي انت اختار اللعيب على ست سنين هتختاره علي يعرف ايه الكورة اكيد اولا اللعين عنده ست سنين ده لحريف مثلا ولا بيرقص لا ده ولا حاجة خالص اه ولد مو حلو بيعمل اول ما كنا تجري ترك كل مجرى الكورة هتختاره حديك ازاي بقى اذا ما كانش عندك ها خبرات عملية ودراسة ها حتى الدراسة في السن الصغير ما تفيدكش ها تخيل بقى ها تخيل البرو ها اللي درسناها ها في التشيك مثلا ها ما تفيدكش في السن الصغير ها لانه بدرسك حاجات تانية خالص بصة قد يلي امور صعبة ها فانت بتقولي اتنين كسة بش اتنين ولا واحد ها ما انا ممكن يكون بيحب الشغلانة اختبر في اليوم انا اختبر مثلا 3000 لاعب بس ابيعارف كل مرحلة سنية انا هختاره علي ايه البلان في مخي ما بيطلعش انا باختار في الثمان سنين المعايير اللي اختياري واحد اتنين ثلاثة ما حيتش عنه ها مش واحد اتنين ثلاثة سنين ها مش واحد اتنين ثلاثة تزوير عشان يجيب لي بطولة ايوه لا 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 ها لان اما الكوة بتتساوى ها انت ضيعت 15 سنين على ولد موجوب عشان تلعب علي واحد مبرافش يلعب صح قوة او سريعة صح للأسف الشديد يعني صح وده اللي خلانا في المنتخبات ما بنكملش لانه بقى فيه كشف مم فبيطلع ثلاثة تربع لعابتنا مستننين ومزورين حصلت ولا نبات بلا مم حصلت الكلام ده موجود كارسة كارسة واقع انت واخت بلاك